شركة اوبو اعلنت عن الاوبو سيرتين اللي بيجي بشاشة مسطحة واخيرا الجهاز ده انا برشح ان هو هيبيع كتير لان شاشته مسطحة ومش جاي بالشاشة الكيرف بتاعت زمان اول مرة اشوف شركة بتعلن عن جهازين في نفس السنة من ايام شاومي هم اعلنوا عن الرينو 12 في شهر 7 اللي فات 18 سبعة والرينو 13 اعلنوا عنه في 25 نوفمبر اه هو مش هتوفر دلوقتي هتوفر في اول السنة في علامنا العربي ولكن انا بستغرب ان الشركة بتنزل موديلين في نفس السنة سامسون بسلسلة الايه بتنزل نسخة واحد في السنة بس ولكن ما علينا الجهاز بيجي لك بعلبة كاملة الحمد لله لسه ما خدهمش غرور سامسون وقبل بيجي لك بعلبة كاملة جاي شاحن سريع 80 وقت عشان يشحن البطاريات ضخمة لنتكلم عليها بعدين وبيجي لك بجراب شفاف اه بس مش الخامات العيانة بتاعت زمان لأ خامات محترمة بقى اه في نقشة كده حلوة الجهاز بيجي لك بيدعم 5G وطبعا الابعاد قلت شوية لان الشاشة حجمها صغر اه الابعاد بتجي لك مية سبعة وخمسين ميلي في الطول و74 ميلي في العرض مقابل 161 السنة اللي فاتت و74 في العرض والسمكة قلت عن السنة اللي فاتت 7.2 ميلي مقابل 7.6 السنة اللي فاتت والوزن زاد شوية بسبب البطارية 81 جرام والسنة اللي فاتت كمية سبعة وسبعين جرام في الرينو 12 العادي اه اما بقى الخمات فاتحة السنة جاي لك فريم الامونيوم وضهر ازاز والواجه ازاز بعكس السنة اللي فاتت ان كان الفريم بلاستيك أو السنة دي يعني كان في شهر سبعة اه ضهر ازاز والفريم بلاستيك وكان بيدعم الاي بي 65 في حين بقى ان السرطين اللي نازل الجديد بيدعم الاي بي 68 والاي بي 69 ودي معايير عسكرية بتدعم الميا بقى بكل انواحها بحرارتها العالية في السلوج في الحاجات اللي هي فيها برد فما تقلقاش على تليفونك فطبعا فيه تحسينات على الخمات وعلى الاي بي ريت بتاع التليفون ملحوظ هنا وطبعا بيدعم شريحتين اتصال بيجيلك بشاشة اموليد مليار لون 120 هرتز بتدعم الاتش دي ارتين والدولبي اتموس وبتدعم وبتوصل لستوع 1200 نتس في البي اعتقد بتبقى 1000 نتس في استوع الشمس الشاشة بتيجي بحجم 6.59 في حين ان السنة اللي فاتت كان 6.7 باستحواز 89.6 من الجهاز بيجيلك بـ 1.5K فيه تحسين هنا عن السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت كان بيجيلك 394 في الانش السنة دي بيجيلك 460 بيكسل في الانش فهنا فيه تحسين على جودة الشاشة يا صغر اه بس فيه تحسين كويس طبعا بيجيلك باندرويد 15 وكالر اس 15 ومعالج من دايمن سيتي لسه جديد 3.1 ودي اعتبر الاقدم شوية في حاجات 4.0 الكاميرات بيجيلك 50 ميجا بيكسل فاتحة عرسة 1.8 26 ميلي مسبتة بصريا نفس الكاميرا اللي فاتت تقريبا نفس السنة اللي فاتت والالترويد 8 ميجا بيكسل برضو فاتحة عرسة 2.2 15 ميلي متر مش مسبتة بصريا يعني مفيش الكاميرا الماكرو شالوها مش عارف ليه هي اصلا ما لهاش لازمة طبعا بتدعم بتصوير 4K 30 فريم و60 فريم بالسانية الكاميرا اللي 150 ميجا بيكسل ودي تحسنت عن السنة اللي فاتت اللي كانت 32 ميجا بيكسل بتجيلك بفاتح العرسة 2.0 21 ميلي زاوية واسعة حلوة بتدعم تصوير 4K 30 و60 فريم ودي كاميرا حلوة لتصوير المحتوى لو انت بتعمل بيجيلك ستيريو سبيكر وما بيدعمش تركيب 3.5 هيدفون شاك بيدعم الواي فاي سيكس والبيلوتوز احدث حاجة 5.7 الواي فاي سيكس دون فيه احدث منه السبن بيدعم الانف سي وبيدعم الانفراريد عشان تستخدم جهازك ريموت وبعد بتعمل زي شاومي بتدعم الحساس ده او السنسور ده طبعا اليو اس بي اللي بيجي في الجهاز توبين زيرو اوتو جي مش اسرح حاجة بس كويس بيجيلك بصمة تحت الشاشة الصاروخية مفيش اي شكوى منها بيجيلك بقى كل الحساسات البروكسوميتش جايرو اكسلورميتر كل شي موجود حقيقي مش مفيش حاجة ارتفيشل او مصطنع طبعا البطارية زادت عن سالة اللي فاتت اللي كانت 5000 و بقت 5600 ميلي امبير بس انا قدت عايزها تبقى من السيليكون كاربون هي جامل لسون اي ايون العادية وبتدعم الشحن السريع 80 واط من خلالك الكابل والراس اللي بتيجي في العلبة ولكن لو هتشحن باور ديليفري باي شحن سامسونج او قابل يعني هيديك 13 ونص واط وده احسن من السنين اللي فاتت اللي كان بتدعم بس 10 واط احسن شوية يعني وبيتوفر بالوان الاسود والبيربل والبلو او الازرق البربل ده اللي هو حاجة كده زي البينك او الحاجة زي الورد يعني بيتوفر بسعر 350 دولار انا شاف الجهاز ده او انا هيبيع لان شاشته مسطحة جهاز محترم كان فضله بس عدسة بيريسكوب او التليفوتو ويبقى جهاز حلو متكامل مش محتاج تجيب بس هي العدسة بيريسكوب سابوها بس للبرو والبرو بيجيب شاشة كيرف من كل النواحي طبعا كيرف بسيط مش كيرف متخلف زي بتاع السنة اللي فاتت اللي كان في ال 12 برو اللي كان شبه ال S6H لكن كونك وفرت شاشة مسطحة ده شيء جيد يعني الناس اللي بتحب الكاميرات هتستمتع بالجهاز ده ولكن كان فضله بس عدسة تليفوتو كهاز متكامل مفوش اي مشاكل هيتوفر اخر السنة او اول السنة الجديدة في عالمنا العربي بس او ده كان كل حاجة على الفيديو النهاردة يا رب اكون استفدت واشوفكم فيديو اللي جاي سلام موسيقى 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 اشتركوا في القناة